طيب خليني أسيب معاكم الدوري شوية ونروح لأفريقيا رسالة رقم واحد لأن أنا شايف أنه بعض الزملاء من الإعلام المغربي واخدينها بشكل فيه تحفز شوية وأن هي خنائة يا ما فيش أي خنائة على فكرة ما بين مصر والمغرب أو الإعلام المصري والمغربي أو الأهلي والوداد حتى ما فيش خنائة ولا حتى أنا شفت الحقيقة من خلال متابعاتي لزملاء الإعلامين في مصر هجوم على المغرب أو هجوم على الوداد ممكن كلاما عن فساد في الكاف في اختياراته ممكن عن شبهات بتثار ممكن عن استغلال نفوذ لكن ما بنقولش أن المغرب يعني عدونا الكروي خالص ولا احنا بنهاجم أساساً الوداد ولا المغرب هو القصة في كيفية تطبيق العدالة مع اعترافي أو مع اعترافنا أن احنا تأخرنا وكنا ممكن نتجنب الموقف ده بأنه نقدم احنا كمان طلب استضافة لكن فكرة الشبهة في أنه الماتش يتحدد قبل النهائي بتلت أسابيع في ملعب فريق مرشح للتأهل النهائي هي دي القصة فالموضوع أبداً أبداً لا يؤثر على علاقتنا بعلاقة شقيقنا المغرب أو إعلام المغرب أو الوداد أو الاتحاد المغربي لكرة القدم فما تخدوهاش أنتو في السكة دي لأنه هي فعلاً مش في حسابات أي حد شفت أنا شوية مقالات على آراء مش هي دي السكة خالص ولن نقبل أن هي تروح في السكة دي من حق كل حد أن يقول رأيه ومن حق كل حد أن يسعى للحصول على ما يرى حقه لكن ده مش معناه أن احنا في خناقة أو أن احنا في حرب أو أي عدوة شفت زميل إعلامي مغربي بيتكلم على أنه طب ما هو كان ما هي أرعة هي الحقيقة ممكن تبقى أرعة وممكن يبقى قصة أن تقلصت الأسماء لتصل للسنغال والمغرب والتصويت تعامل أو التصويت يعني واتصوت لأنه خلاص يبقى الموضوع مغرب وسنغال وبعدها سلكوها مع بعض فبقت رايحها للمغرب لكن ده ليس شبيهاً بنهاية 2020 ليس شبيهاً بنهاية 2020 تلعب في مصر ساعتها كان أهلي ووداد زمالك ورجاء موجودين في سيمي فاينال فاتقال بشكل واضح أنه لو النهائي مصري لعبوها في مصر لو النهائي مغربي مغربي لعبوها في المغرب طب لو مصري مغربي اتعملت أرعة ما تشيلش المعلومة في النص كده اللي هي أهم معلومة يعني ساعتها تقال أرعة عشان نعرف لو مصري ومغربي يعني لو أهلي ورجاء أو لو زمالك ووداد هنعمل إيه أرعة واختويرة مصر ما تقالش أن لو مصري ومغربي تروح لمصر عشان بس النقطة دي مهمة فما نفوتش معلومة كده في النص تغير المعنى تماماً النهائي الحالي القصة كاملة هي أن الأهلي مش عايز المباراة تلعب في مصر ومش من حق الأهلي دلوقتي أنه هو يبقى عايزها في مصر إلا لو طبعاً فيه تقدم بطلب وده نقطتنا اللي جاية لكن هو الأهلي مش عايز تلعب في مصر هو الأهلي عايز أنه يكون فيه عدالة في اختيار الملعب من حق الوداد أنه يقول أن المباراة تلعب في المغرب من حقه طبعاً 100% لأنه مقدم طلب المغرب لكن من حقنا إحنا أنه نقول أن الاختيار للمغرب في التوقيت ده قبل النهائي بتلت أسابيع أمر مرفوض لو كان تحدد ما هو الفاينال السنة اللي فاتت تحدد والوداد لسه في البطولة والرجاء لسه في البطولة تحدد في المغرب والأهلي اعترض لا الزمالك اعترض كان لسه في البطولة ما خرجش وكمان لا مفيش حد اعترض ساعتها لأنه شتان الفارق ما بين اختيار المغرب لاستضافة نهائي النسخة الماضية وما بين اختيار المغرب لاستضافة النسخة الحالية ده الفارق الكبير في التوقيت وربما في طريقة الإعلان وربما في تأخر الإعلان تأخره مش توقيت بس تأخره كمان كان عايز إيه فطبيعة التساؤلات دي طبيعية جداً جداً من وجهة نظري وتاني كل الاحترام للوداد وتالت إذا أقيمت المباراة في المغرب فالتنافسية منتظرة وإن شاء الله يتوج بها الأهلي أو يتوج بها الأفضل هنقول للوداد مبروك إذا توج ده إذا تأهل الأهلي وإذا تأهل الوداد عشان إحنا نسيين تماماً المباراة دي مباراة العودة لكن موسماني مش نسيها بعيداً بقى عن موسماني مش نسيها لأننا هشرحها كمان شوية لكن خلينا نروح الأول لطلب الأهلي النهاردة الأهلي أصدر بيانين جديدين يضافان إلى ثلاثة بيانات بالأمس إلى أربع بيانات أمس الأول كلها تخص نفس الأمر رفض إقامة المباراة النهائية في المملكة المغربية الشقيقة والنهاردة البيانين البيان التاني منهم كان مختلفاً لأنه في تحرك مختلف وهو يا اتحاد الكرة المصري عايزين مباراة النهائية تتلعب في مصر غريبة شوية غريبة غريبة لكنها ذكية تعالوا نستعرض البيان ونعلق عليه طلب النادي الأهلي من الاتحاد المصري لكرة القدم التقدم وبشكل عاجل بطلب للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإستضافة المباراة النهائية لدور الأبطال استناداً إلى انسحاب السنجال من سباق التنظيم وهو ما كان يجب الإعلان عنه منذ فترة هو طبعاً أعلن عنه من أيام لكنه هما انسحبوا أصلاً من أيام لكن أنه كان يعلن في ساعتها مش تعلن أنه انسحب فأدناها للمغرب عملاً بمبدأ الشفافية حتى يتقدم آخرون بدلاً منها ده كلام الأهلي لكن لم يحدث حتى جاء قرار كاف بإسناد تنظيم المباراة اللي ملعب بعينه بوصفه العرض الوحيد ويصبح للعام الثاني على التوالي يستضيف هذا الملعب ذات الحدث وهو ما يخالف العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية الأربعة التي تتنافس في الدور قبل النهائي للبطولة إثبات نادن بعينه هو المستفيد دون غيره من قرار الاتحاد الأفريقي ويلعب النهائي حالة أهله على ملعبه ووسط جماهيره وذلك يتنافى مع قواعد اللعب النظيف تأتي هذه المطالبة للاتحاد المصري من جانب النادي الأهلي وهو الذي لم يتم التواصل معه ولا الحديث مع مسؤوليه من أي جهة في هذا الشأن عند تقديم الاتحادات الأهلية بن قوسين المنوطة بذلك اللي هو أنا مش مسؤول الاتحاد المصري هو المسؤول لطلبات الاستضافة للمباراة النهائية لدور رابطة الأبطال وفي ذات الخطاب جدد الأهلي طلبه السابق بسرعة موفاة النادي بنسخة مصورة من كافة المكتبات الصادرة والواردة من وإلى الاتحاد المصري من الاتحاد الأفريقي بخصوص تنظيم المباراة المشارئة اللي هو يعني إثباتات أنه أنتم مش بتطلعوا بيانات بس يا اتحاد يا مصري لكن أنتم بتقدموا بالفعل ما يخدم طلبنا وما يؤكد بياناتكم شدد الأهلي على ضرورة مساندته في هذا الأمر وإمداده بكافة المستندات بما فيها الخطابات التي أرسلها اتحاد الكرة وطلب فيها إقامة المباراة النهائية على ملعب محايد قبل ما أكمل النقطة دي هو الأهلي بشكل واضح مش ضمني أوي يعني لو هتسميه ضمني فتمام لكن هو بشكل أكثر وضوحا من الضمنية بيقول للاتحاد المصري أنا مش مصدقك أنا حسك مش جد معي فالاتحاد المصري دوقتي يبقى بالأهلي والاتحاد المصري في تصريحات كل مسئولي بيتكلم في أن احنا بنؤكد وبنرفض إقامة المباراة في المملكة المغربية باعتبار أن الملعب ده غير محايد في حالة المباراة النهائية لكن الأهلي عايز دليل على دعم الاتحاد المصري لطلبه وده معتد أنه في خلافات الأهلي مع الكاف دايما بيشوف بحسبه أن الاتحاد المصري مش بياخد له حقه نكمل بيان الأهلي وكذلك الخطابات التي تلقاها الاتحاد من كاف عند إعلانه عن بدء تقديم الاتحادات الأهلية لتنظيم نهاء دور الأبطال وشروط التقدم وذلك للاستعانة بكل هذه المستندات في الشكوى التي سوف يتقدم بها النادي الأهلي إلى المحكمة الرياضية الدولية خلال الساعات القليلة المقبلة حلوة أخر نقطة دي ودي اللي هنشرحها ليه أنا أنا عايز منك يا اتحاد يا مصري تديني الورق اللي أنت بتبعثه للاتحاد الأفريقي واللي جاي لك واللي رايح منك مش بس شما مش مصدقك قوي لكن عشان كمان أنا عايز الورق ده أقدمه للمحكمة الرياضية للأهلي أعلن أن تقدم إليها بالأمس ورقم اتنين علشان أنا عايز كمان غير الخطابات دي أنا عايز أن أنا أطلب استضافة البطولة هل ده أمر منطقي؟ قد يكون نسبة تحققه ضئيلة جدا أنه قبل النهائي بيقل من ثلاث أسابيع تطلب استضافة البطولة المباراة النهائية خصوصا أنه كان فيه موعد للتقديم وموعد لغلق باب التقديم أي نعم ده مش معترف به بدليل أن نيجيريا دخلت وجنوب أفريقيا دخلت خلال أو بعد غلق باب التقدم قبل الاستقرار على السنجال والمغرب قبل الإعلان عن انسحاب السنجال لكن في الآخر التوقيت ده صعب الأهلي مش عايز يستضيف المباراة الأهلي عايز يستخدم هذا الطلب في أنه حاجة من حاجتين وهو بيقدم الورق للمحكمة الرياضية يقول لهم طب ما فيه حد أقدم في توقيت غير التوقيت الأساسي وأنه هناك ملفين أنا مقدم أنا كمان فلو سمحته ما تبقاش في المغرب أو ما تبقاش في مصر بدولة ثالثة ده رقم واحد الأهلي عايزه رقم اثنين أتوقع اللي فاد ده معلومة الثانية بقى أنه الأهلي بيدعم بالطلب ده البند الأخير في بيان الكاف بتاع أول مبارح اللي قال فيه وندرس في الوقت الحالي إمكانية العودة للنظام القديم ليقامة النهائي من ذهاب وعودة بمعنى إيه؟ بمعنى أنه وإنت بتدرس الطلبات الطلب المتقدم من المغرب من فترة طويلة والطلب المتقدم من مصر أو هيتقدم بحسب طلب الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة بشكل عاجل تقول له طب والله طب ما ده حل الأهلي بيقول للكاف أنا عندي حل ارجع بقى للمقترح اللي أنت ما قلت لناش هتنفذه السنة دي ولا السنة اللي جاية وإن كان يبدو أوضح أنه السنة اللي جاية يعني أقرب للوضوحة ومش واضح خالص مش واضح لكن هو أنه أعلن العنوان أن المطش في المغرب ويوم 30 مايو لكن فالأهلي بيقول للكافة هو أنا بديك حل مخرج إلعب ذهاب وعود أنا مقدم طلب والمغرب مقدمة طلب فلعبني مع الوداد في الوداد في المغرب ولعبني مع الوداد في مصر وفي نفس الوقت مع المحكمة الرياضية حللنا القصة لأن احنا طلبين حل لها فده تحرك أراء جيدا جدا من الأهلي وده كله بيسبق بيسبق اجتماع الأحد اللي قد نرى فيه قرارات جديدة من جانب القلعة الحمراء بخصوص هذا الأمر أخيرا هل الدولة المصرية موافقة على إقامة أو استضافة المباراة النهائية إذا تقدم بها الأهلي؟ نعم حسب مسؤولي الأهلي فالتواصل المستمر مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة سيقدم من خلاله التعهدات المطلوبة من الكاف بأنه إحنا جاهزين للاستضافة فالورق ده مع الورق ده نتقدم به ملف ناخد الملف ده كله نروح للمحكمة الرياضية لنرى الإجابة أيام مكان تاني لا أي مشكلة ما بين إعلام مصري وإعلام مغربي أهلي ووداد مصر ككرة والمغرب ككرة أو مصر والمغرب أو جمهور هنا أو جمهور هنا الأمور كروية تماماً ومن حق أي حد أن يبحث عن حقه كما يريد بكل احترام وبكل أخلاق من غير تأليف ومن غير حوارات نرجع بقى للكرة المحلية من جديد ترجمة نانسي قنقر